بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا ربي يسوع المسيح بيبدأ هالسنة ما بريد أكبر فقط بالعمر وبالخطايا وبكل الأشياء اللي بتقودني للموت وبتذكرني بإني صرت أقرب للطراب حتى أرجع لإله اليوم يا رب بريد بيبدأ هالسنة أكبر معك وأكبر فيك لحتى أشهد بأن الحياة فيك أقوى من الموت وأحملك بفرح مثل سمعان لأنك أنت خلاصي ومخلصي ومعك يا رب واللي بيشاهدك ما بيشوف الموت أنت اللي قلت من آمن بيه وإن مات فسيحيا وكل من كان حي وآمن بيه لن يرى الموت أبدا اليوم يا رب بدي أشكرك عكل شي صار بالسنة الماضية من كل عمل منيح قدرت أعمله بالاتكال على نعمتك من كل عمل قدرت أشهد فيه لكلمتك بدي أشكرك على كل مرة قلت الحقيقة حتى لو كلفتني لكتير بس كنت سعيد لأنه كنت عم بيشهد لحييتك أنت اللي دفعت حياتك لتخلصني وتمن لتردني لحيتي واليوم بدي أطلب منك تسامحني عن كل لحظة عشت بعيدة عنك أشفية لضعفي لخطيطي لأنانيتي لكبريائي لتسلطي لأنانيتي ولكل شي بيبعدني عنك اليوم يا رب بدي ألبسك من جديد لتكون أنت الحلة اللي فيها بدخل عرسك أنت الإله أنت ابن الآب الوحيد اللي شهدت لك السماء هذا وابن الحبيب الذي عنه رضيت فلهوا سمعوا بدي يسمعك اليوم وكل يوم بدي لك تكلم يا رب ابنك بيسمع بدي لك وين بدي يروح وعندك الحياة الأبدية ومثل أمي مريم بدي أكبر بالتأمل بكلمتك وحفظة وعيشة بقلبي دخيلك يا رب بارك هالسنة بسلامك وبارك كل اللي عم بيشاهدوا هالبرنامج وكل قرات الأرض وشعوبة بارك يا رب كل اللي طلبوا نسكرهم بصلاةنا باللبنان بسوريا بالأردن بمصر بفلسطين بالإمارات بأوروبا بأمريكا بكندا بأستراليا وبكل آسيا وأفريا وكل زاوية من زوايا الأرض وبالعالم كله لتكون رحمتك يا رب علينا أكتر من اتكالنا عليك مبتنسانا أمين أنتم الذين بالمسيحي اعتمدتم المسيح قد لم بستم αλληλούια αλληλούια عليك اعتمدتم أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لم بستم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جديد أtv اشتركوا في القناة والذي tak اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة door المسيح إحي تماثم نوم المسيح 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 اشتركوا في القناة 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 بالنسبة لالله شو عمرك بالنسبة للأبدي والأزلي انه ألف سنة في عينيك يا رب كيوم أمس الذي عبر فإذا ما احنا نعيش ألف سنة إذا كانت عند الله ما بتعادل يوم معناتا احنا أطفال وبعدنا عم نكبر كل يوم والمسيح هم يتصور فينا لهيك بتمنى لكم ابتداءا من هالسنة سنتكم مليئة بالعطاء بالبركة بالحب بالمشاركة بالفرح بالسلام بكل شي بيمجد الله فينا كلنا سوا وبيشهد بهالزمن المظلم بانه بعد في نور من نور المسيح فيكن وفينا وبيشهد بانه المسيح بعده حي فيكن وفينا وبيشهد بانه الله مدامه موجود ما بتخرب الأرض إذا فيه عشرة وبوجودكن رح يكون أكتر من العشرة طالما فيه مين عم بيتأمل بكلمة الله وهي الأهم والأهم الوحيد بحياته اللي بلا بتصير كل الهموم تركب حياته لهيك اليوم بدي يتابع معكم تأملي بين جيل القديس يوحنى وكنا وقفنا هالفترة اللي هي فترة العياد مثل ما اقتعرفوا ما كان فيه برامج مباشرة لا على نور الشرق ولا على نور سات ابتداءا من الخميس هيدا بيسترجع برنامج يسوه هو الجواب كل خميس عن نور سات عشرة ونص وبنرجع منسترجع للإداس كل جمعة الساعة السبعة بمطلنة الكلدان كنيسة الملاك رفاقيل وكل أحد أكيد كانت العديس موجودة بالرعية الساعة عشرة بكنيسة الديسين بطرس وبولوس بالبترون وبشكركم من كل قلبي لكل اللي شاركوني فرح الأعياد وبشكر كل اللي كانوا حاضرين بمحبتهم بكل شي عملوا لحتى يوصل فرح الرب لقلوب أخوتهم من خلال محبتهم بشكركم بشكركم من كل قلبي وبتابع معكم بصلنا لإنجيل الديس يوحنى ونحن بالفصل الستة يلي هي بتحكي عن معجزة الرب لما كتر الأرغفة والسمك وحاولوا يعلنوا ملك ويسوع رفض أنه يكون ملك بالمفهوم السياسي والزمني خلينا نتأمل بالإنجيل بتمنى تكونوا بهالسنة ارتحتوا من ضغط الأعياد وهلأ بنقدر الرقم مع ربنا نفتح تاب الإنجيل ونقعد كعيلة ونبلش نتأمل فيه وما تنسوا رح أفتح لقالكم الخطوط حتى تقدروا تشاركوا باتصالاتكم ومشاركاتكم أول بخلال البرنامج هيك بنغتني ببعضنا وبمشاركات بعضنا لأرقام رح تمروا قدامكم اللي كان داخل لبنان أو خارج لبنان بيبتدي إنجيل الديس يحنى بالفصل الستة وبيقول ومن بعد عبر يسوع بحر الجليل المدعو أيضا بحر طبرية وكان يتبعه جمع كثير لرؤيتهم الآيات التي كان يجريها على المرضى لذلك صعد يسوع إلى الجبل وجلس هنا مع تلاميذه وكان ذلك قبل الفصح عيد اليهود رح تبتدي تأمل بهالآية وبعدين منتابع حسب اتصالاتكم ومشاركاتكم بدنا نعرف إنه يسوع المسيح أجا لخلاصنا كلنا نحن البشر ومنعرف يسوع مدينة الناصرة هي ضمن اليهودية يعني بعيدة عن البحر مدينة مبنية على مرتفع الجبل مدينة بعيدة عن البحير الطبرية وبعيدة بالوقت ذاته عن مثل مدينة قيصرية عن البحر المتوسط وغيره مدينة عايشة بمرتفع الجبل ويسوع كان ساكن فيها مثل ما نعرف بحياته الخفية والرب يسوع المسيح بهالخفاء كان في علاقة بينه وبين الله وكأنه المدن والمناطق المرتفعة دايما بتذكرنا بالتسامي فوق حياتنا اليومية فوق نزواتنا فوق خطيانا لننظر صوب الله اللي بيرفعنا ولليوم بعد لما نعمل رياضات ونطلع عجبال من روح أماكن رايئة مكائم أماكن قفر ديورة كناية منقول لنعقد الروق نصلي لهيك منشوف بالكتاب المؤدس دايما الجبال هي مكان لقاء الإنسان مع الله هي مكان اللي الله بيلتقى فيه مع الإنسان موسى التقى مع الرب بالجبل اللي يلتقى مع الرب بالجبل يسوع طلع على الجبل بعد ما جربه الشيطان وهنيك تمام مشيت لها بغلب الشيطان واجهة الملائكة تخدمه منشوف بالمزامير بيرتلوا رفعتوا عينية إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عندي الرب صق الرب يلي هو وين رب اللي حاضر بالسماء وبالأرض يلي ما بيدركك وما بيناعس ما بينام ما بخلي رجلك تزل الرب معك الرب بيحفظ ذهابك وإيابك الرب اللي هو بالسموات ومالي الأرض وكل الكون لهيك يسوع المسيح نزل للبحر الجليل والبحر عادة هي مدن ساحلية يعني بيجي ناس مسافرين فيها تجارة فيها تبادل السلع فيها تبادل بضائع فيها كل شي مبنية على البحر وكأنه يسوع بده يقلنا كل مرة منعيش لالله بدنا ننزل نلتقى مع كل العالم بكل تنوان وبكل غناه وبكل اختلافات بدي يلتقى مع الإديس اللي بيصبوا للسماء وبيعلمني من خلال شوقه كيف اتقدس بدي يلتقى مع الخاطئ اللي بيعلمني من خلال خطيطه كيف اتحرر من خطيطي وساعده يتحرر منها بدي يلتقى مع اللي بحبني واشكر الله على ويكون بوسطنا الله من خلال هالمحبة الصادقة وبدي يلتقى مع اللي بيكرهني وتعلم مني يسوع المسيح حب أعدائي وبارك لعينيني وصليلهم لهك يسوع عجل يورجيني الإنسان بكل تنوعه وبكل غنى مش بس الإنسان اللي ملتقي مع الرب لو الحياة كلها أديسين كانت نعمة بس الحياتنا على الأرض فيه الأديسين وفيه الخطأ فيه الكاملين وفيه اللي عم بيسوع الكمال وفيه اللي هربوا من الكمال وعايشين بالشر وإن شاء الله بتكون وجودكم بحياتهم السبب ليرجعوا للخير المدعو أيضا بحر طبرية ومنعرف بحر الجليل أو بحير الطبرية أو بحر طبرية يلي على شطه مبنية مدينة كفر ناحوم يلي فيه يسوع رح نشوف قد كتير من وقت وعمل كتير من عجيبه واختار كتير من رسله مثل بطرس وخيو أندراوس مثل يوحنى وخيو يعقوب مثل الإديس متة وغيرهم من الرسل اللي كانوا من هالمنطقة كتير تبعوا يسوع بس السؤال لشو تبعوا لأنه عم بيقول الحقيقة تبعوا لأنه فعلا إنسان اللي قدامهم بيحمل بإنسانية وأكتر من مفهوم كلمة إنسان الله في صار إنسان أو تبعوا لأنه شافوه بيعمل عجيب وآيات مثل كتيرين اليوم بيجي واحد بيعمل شيء ببهرنا بتقوا ألاف بروحوا بيتفرجوا عليه مثل اليوم بيجي مطرب مشهور ألاف بروحوا بيشتروا بيطاقة ليحضروا أو مطربة أو أي استعراض بتشوفوا ألاف الناس بيروحوا واليوم بتشوفوا مدرجات بالمواسم مليانة ناس عم بتفرجوا على مطربة بيسمعوا مطربة أو مطربة أو عم بيحضروا عرض أو مسرحية هذا صار شيء طبيعي ياسوع ما نمجرد رجل استعراض ياسوع ما نمجرد شخص بيستقطب الناس ليعمل دعاية لحاله وياسوع رفضه بينما نحن بنرقض وراها بنرقض نحو الجماهيرية بنرقض نحو الشعبية ياريت كل الناس حل وما عرفوني بصير عندي حشرية إذا أنا شخص مشهور ما عرفتني ما بتشوفني طلع منيح يعني بحاول أعمل المستحيل لقال له إنه عرفتني أنا مين حتى أرد حل ياسوع ما كان هيك وياسوع علنا ما هو رفيع عند الناس نجيسون عند الله أو رجيسون عند الله ورجعنا الشيطان لما جربوا بنفس التجربة قال له كيف حالك من الهيكل تحملك الملايكة وناس زقفو لك شوفوك طاير قالوا سوبرمان ياسوع رفض وقال له لا تجرب الرب إلهك فإذا نحن منرقد وراء التجربة يلي بسموها العباء الإديسين مجد باطل بسموها المجد الباطل وبقولوا هاي لتخصر الإديسين مجد الله والسماء لأنه بيطلب مجد الناس بيضيع مجد الله ومار بولوس عرف الحقيقة وقال لو كنتوا أرضي الناس ما كنتوا عبدا للمسيح لهيك الناس اللي تبعو ياسوع تبعو لأنه بيعمل آيات ولأنه بيعمل عجايب وليش ما بدي ينبسط واحد مشلول بشوف شخص بقلو قوم ومشي بفرح وما بفرح يهي نياله بشوف واحد أعمى تاني بيجي الرب بحط إيضوب بقلو روح أخصول وقفصر وهيك بيصير واحد تاني بيكون بالقبر بقلو ياسوع طلع من القبر بقوم مجديد ليش ما بدي ينبسط بيهل شي شي كتير حلو واحد حملته حملينه وامو ميش قدامه عم تبكي بيسمع الرابع بقلو قوم ومشي تاني مريد بقلو المخلع بقلو أحمل فراشك ومشي ليه ما بدي ينبسط أبرس بقلو روح وارجي نفسك للكاهن بيطهر ليش ما بدي ينبسط مرة حتى بيجلس أكيد العجايب حلوة بس يسوع ما نورجعه العجايب فقط يسوع هو الله وجوده هو العجوبة بحياتنا تواضعه هو العجوبة تنازله هو العجوبة محبته هي العجوبة وحياته بكل لحظة فيها هي عجوبة العجايب بإن كانت يجوا الجموع لأنه شافوا الآيات التي يجريها على المرضى لذلك صعدة يسوع إلى الجبل انتوا عم تشوفوا بس العجاب ومعجزات طلع على الجبل في شيء أهم الحقوني بدي المعجوبة توصلك لأله مش تلهيك عن الله العجوبة بدأ توصلك اللي بيصنعه يلي هو الرب العجوبة بدأ توصلك تكرم الله اليوم في كتيرين بتحمسوا الأديسين لأنه بيعملوا عجايب وبينسوا الرب اللي وراه وهيدي كارثة اليوم أنا إذا بكرم القديس شربل أو بكرم القديس رفقة أو بكرم النبي إليا أو بكرم أي قديس أو أي والي أو أي إنسان بار أنا من خلاله أو بمجد الله اللي بيّن مجده بهالأشخاص بس مصيبة لما بصير أنا بتوقف عند الإعجوبة وبينسى حياتها الأشخاص كيف عاشوها مع الله ولا الله وبينسى الله اللي أعطاهن النعمة ليعملوا هالأعجوبة بيقوتوا وبنعمتوا بصير إنسان معتر أنا معتر لأنه هداك الوقت أمضيع الغاية وبينبسط بالوسيلة والغاية واحدة هي تمجيد الله وهي تجمعنا حول الله لهيك يسوع طلع على الجبل وجلس هناك مع تلاميذه وكان ذلك قبل الفصح عيد اليهود وكأنه يسوع بده يقول الإنسان ما بيأجي على العيد إذا ما طلعوا صلى واليوم شفته أجت عياد الميلاد وأجي عيد الاختاص يعني عيد المعمودية الرب ومرأ عياد راس السنة وختان الرب وكل هالأمور كيف عاشوا الناس أنا بيحكي عن حالي كلها أغربية الوقت وين بدنا الروم والعزايم والأكل والضيفة والهدايا والمشاريع وراس السنة وين الصهرة وكأنه العيد مين من بناتنا بيبتدي بحالي أنا ما بدين حدا قاعد هيك أخذ خلوة مع ذاته أخذ نص نهار بكل هالعجأة كلاعياد وقال بدي عود صلك بدي أشكر الطفل اللي ولد وصلي أجلي إنسان بدي أشكر الله اللي ينزل بمياه الأردن إله وطلع إنسان حامل خطيائي لحتى أنا أخطص بخطيائي أطلع ابن الله مين اللي قاعد وعمله كل واحد يسأل ذاته وأنا أول كون نشوف هديش نمقصرين رح أتابع بس رح أطلب من خينة والسيم الله يباركو يمرأ أرقام التليفون صار فيكن تتصلوا إذا بتحبوا تشاركوا على الهواء وبعرف يمكن اليوم أول حلقة في كتير منكم بعد ما لهم خبر إنه اليوم بدي البرنامج هكي الحال صار اللي بحب يتصل لخطوط مفتوحة وروح أتابع التأملي بهالوعد وإذ رفع يسوع عينيه ورأى ذلك الجمع الكثير مقبلين إليه يسوع شافه انتجه صوبه انبسط الرب أكيد وعرف حاجتهم للجيين اللي عنده قبل ما يسألوا وكانوا اللي عم بيذكرنا باللي علمنا يا قالنا أباكم الذي في السماوات يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا طلبوا ملكوت الله طلبوا بره كل تلك الأشياء تزاد لكم وشافهم جايين ياريتكم جايين فقط لأنه بدون يسمعوا يسوع لأنه بيحبوا يسوع لأنه بيريدوا يسوع لأنه بدوا يقولوا له مثل ما قاله بيوم اليوم بطرس لون بدنا نروح يا رب وعنده كلام الحياة العبدية لكن ما بظن شوفوا شو قالوا فقال وراء الجمع فقال يسوع إليه قال لي فليبوس من أين نبتع خبزا لنطعمهم عارف أنهم جايعين جايعين للخبز حتى لو ما قالوا جايعين للأكل حتى لو ما قالوا لأنهم مشيين معصرهم فترة وغريب الله عم بيسألوا لفليبوس منengine بدنا نشتري خبز لنطعمهم وهو بيعرف كيف يألو يطعمهم وكانه الله كل يوم بسألني هالسؤال شو رحت أعمل بمصيبتك اللي انت فيا شو رحت أعمل بالصعوبة اللي انت عم بتمرق فيا شو رحت أعمل بالأحزان اللي حملتيا شو رحت أعمل بالضغط اللي عم بتعاني شو رحت أعمل بالتجربة اللي انت رايح عند الدكتور الفلاني يروح الديم مصاري من فلان بدي يزأجزه بشوي لأدبر حالي وبعدين بعترف لك بس لا للي بيقبله وللي عندي يسوع بقول له ولو يا رب الحل عندك وانت الحل وانت الجواب اذا كنا فقرة انت الغني في طقرت لأجلنا لتغنينا اذا كنا جوعانين انت اللي بتكفينا واذا كنا مرضى انت اللي بتشفينا واذا كنا عميان بالظلام انت اللي بتنور الطريق لألنا واذا كنا ضايعين ما انت الطريق والحق والحياة واذا كنا موتى بالايمان فيك من قوم لحياة جديدة ما انت قيامة المائتين وانت حياة لكل البشر لهيك بقلنا الانجيل وانما قال هذا ليختبره لانه كان يعلم ما هو سيصنع فاذا يسوع عرفان شو بده يعمل بس بنتف ووقات نحن ما منقله شو يعمل بس هو بيعمل اللازم ينعمل حتى لو ما سألنا لانه الله بيعمل كل شي لخير اللي بيحبه واللي بيحبه كل الاشياء بتعاونه للخير فاذا بيكفي الانجيل فاجابه فليب بوس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار حتى يصيب الواحد منهم شيئا يسير اذا منحط مئتين دينار ما مطعم كل واحد قطعة صغيرة لا بتشبعه ولا بتغنيه ولا بتكفي له حاجته انه شو بمعمل يا رب اعلنت عدزك يا انسان اعلنت كل مالك ما بشتيلك السعادة بدون الله اعلنت كل مالك ما بشتيلك الخلود بدون الله اعلنت كل سلطانك ما بدوم بدون الله اعلنت بانك انت مهما كنت تملك لعالم كله انت افقر الناس اذا ما كان عندك الله وهذا الذي عددته لمن يكون بكف الإنجيل وقلت ما بكفهم فقال له أحد تلاميذي أندراوس أخو سمعان بطوس إنها هنا غلاما معه خمسة أرغفات شعير وسمكتين صغيرتين وكأنه سمعان وكل هالرسل ومن بناتهم أندراوس اللي خيوا سمعان كأنه كانوا بيطلعوا ببعض شو عم بيحكي شو من أعمل طيب شو الطلب مننا إنه بننا نطعميهم شو من أعمل وعب يسألنا صار كل واحد يقود يعطي مشهورته ومن بناتهم للديس أندراوس وقالنا هنا غلاما معه غلاما معه خمسة أرغفة وسمكتين صغير شو بيعملوا وقال نوعب يقول له لرب هذا الموجود القليل عندي بس عندك بيصير كتير والناقص عندي بيكتمل فيك والضعيف عندي بيصير قوي فيك ما أنت إله المعجزات شو ما أقوله يا رب عنها الأد معك بيكفه أولك وهذا السؤال اللي لازم كل مسيح يسأله كل يوم لزهاته شو فيني أعمل مع الرب أنا لوحدي وبيجي الجواب تكفيك نعمتي لأني قوتي تكمن في ضعفك وبيردد مع الديس بولوس أني أستطيع كل شيء بالذي يقويني ولكن ما هذا لمثل هذا الخلق كأنه عرض ورجع الضغري استدرك أنه شو بيعملوا هدول ما بيعملوا شيء وكأنه بين الاتنين بين حسابه بالعائل وبين عاطفته اللي قلت له فيه هيك ضغري آلة ورجع استدرك بيعملوا أنه شو بيكفوا هدول قدام الكل ودايما الإنسان أخوتي وأخواتي ضايع بين عقله وبين عاطفته العاطفة بتعطي من دون ما تحسب والعائل بيحسب العاطفة بتروح لنهاية المشوار والعائل والاستوب العائل بيحسب لقدام العاطفة بتعطي وما بتسأل لأنه بتعرف الحب هو اللي بيصنع المعجزات وكان جواب يسوع واضح فقال يسوع خليون يتكوا عدو وكان في ذلك المكان عشب كثيرا فاتكوا وكان عدد الرجال نحو خمسة ألاف خمسة ألاف شخص أخمسة أرغيفة وسمكتين يعني كل ألف بيطلع لهم أرغيف إذا منحكي خمسة ألاف ما فيه نسوان ولا أطفال بس رجال من عدد الرجال يعني الألف ما بتطلع لغيف ضيفوا عليها سمكتين أسموها خمسة ألاف شو ممكن تعمل من عدد النسوان والأطفال فأخذ يسوع هدى إله المستحيل واللي عمله يسوع بهالعجوبة هو اللي بيعملوا كل يوم بحياتنا منزرع حبة بتطلع سنبولة منزرع صمرة شجرة بتطلع شجرة بتعطي صمر منزرع حبة واحدة بتطلع سمار كتير وكأنه ربنا بده يورجينا هديش هو كريم بيعطيها عضية وقت تاخد لتنبوت السمرة وتصير سنبولة وهون الرب اختصر الوقت وكل شيء وكتر الأشياء بنعمته ووزع فأخذ يسوع الأرغفة وشكر يعني صلى يعني رفع للآب ووزع منها على المتكئين بقدر ما أرادوا تبهوا منيها أد ما بدون مش فرض عليهم بتاكل نص سمكة بتاكل شئفة خبز أد ما بدك كون لأنه الله يعطي بيعطي بكرم بقدر ما أرادوا وفعل كذلك السمكتين فلما شبعوا قال للتلاميذي اجمعوا ما فضل من الفتاة لألا يذهب شيئا ضياعا وكأنه الله ما بريد نضيع شيء كل شيء لازم يصلى محله حتى يكون الكل عم بيأكل والكل عم بيشكره واللي فادي طامي اللي بيجوه مرتين واللي ما أكل يصله قديش هدي امسولة لأقلنا نحن الأوقات من كب نص أكنا بالزبالة بيحتزرقوا لها الكلمة وبيحمد الأكل عنا منجيب غيره منكبه يلا منستهلكه وغيرنا عم بيشتهي يأكله هدي خطيه برعبتنا لما نحن منكبه غيرنا جوعان منجيب على أد حاجتنا وإذا ربنا فائض علينا خلينا نفكر بغيرنا ونطعمه من اللي نحن منأكله فإذا بيقلنا يسوع المسيح فلما شمعوا جمعوا ما فضل لألا يذهب شيء ضياعا فجمعوا فملأوا 12 كفة من الكسر التي فضلت من الأكليم 12 سلة كل رسول كأنه حمل سلة وكأنه يسوع بلنا الفتات اللي عنكن توزع على كل أمام الأرض ومن هالفتات اللي أنتوا بتعدوا حالكم تمتلكوه بتعدوا إذا بركت الله فيه طعمه ألاف الناس لا بل ملايين لا بل تشبعوا الناس حتى نجي مجيء المسيح وهذا اللي عم نعمله كل مرة نؤمن وهذا اللي عملون الديسين بعطاياهم وكرمهم فأكل خمسة آلاف من الآكلين من خمسة أرغفة شعير فلما شاهد الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا أكلوا وشبعوا يسوع كان بده يوصلون أبعد من الأكل لهيك رح يقول بعدين لا تعملوا للكوت الفاني اعملوا للكوت الباقي للحياة الأبدية مش لأنه أكلته الخبز والشباعته مش روحوا لأبعد الإنسان غريب بس يأكل بيفكر بس انتهى بشواره الأكل ما بيزيدنا ولا بقربنا من الله بيقول مربولوس إن أكلنا لم نزيد وإن لم نأكل لم ننقص أكيد عبي يحكي أدام الرب مش بالوزن والريجيم لأنه أدام الرب قيمة الإنسان بيزاده فإذا وقال الشعراء إنهارو صار يقولوا الناس إنه حقا النبي لقاتي إلى العالم شو حلو يكون عنا باخد اتصال ألو مساء الخير مساء النور بمعمودية الرب أنت وأنا منصير إخوة ليسوع ولكل البشر هو رب الأرض والسماء أمين مين معي؟ أم هادي أبونا أم هادي صلنا زمان ما اسمعنا صوتك كنتم حضرتكم فرص ما أنت تعيقات تسين معنا ويل بالبترون هون الحزمية معقولة لش البترون بالصيني يعني؟ يبا بنا طيارة جي هي؟ أنا فكرت أنو البترون صارت بخير بس نبدك طيارة من هون لهوني خلص الله يرزقني يربع شي لوتو بدي كيف تعملنا اليوم كل عيد انت بخير وانت بخير نعاد عليك كل سنة انتوا السلمين ونشكر الرب على حضوره بيننا مع اننا نحنا ما منستاهل هو بيجي عبيته بس نحنا ما منستاهله ما منستاهل هيك شخص اكيد ابونا بكلمة جامع بالجامعة صحاح اثنين يعني بحب اذا من بعد اذنك بحب اقريها الجملة التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها التي عملتها يداي والى التعب الذي تعبته في عمله فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفع تحت الشمس هليلويا يا ابونا هالانسان بس يكون شاب بعده صغير بالعمر هيدا ما بيعرف هالاشه ما بحسه ما بيلمسه ما بعيشه بس يتقدم بالعمر بدي يكون بيقشع النوم اللي بيقشعه بعدين بقول شا عملت شا عملت بحيادي بقول انا يعني نعمة يلي من ظغره بيفوت بهال بهالمجال هيدا بعيشه عرفت كيف بعيش الكلمة بعيش يسوع هليلويا بحياته هاي اول شيء تاني شيء ابونا اليوم اسمت ستة ربني قالتلي شغلة بحبيت قلتلي تسمحي لي قولة عالتليفزيون ازا ابونا بولوس مرديني كذا عملت مداخل قالتلي ايه قولية في ستة هلا ماتت قالتلي انا بكل نبضة قلبي بكل نبضة مع كل نبضة شكر للرب هليلويا شفتش حلويا يعني 24 ساعة امين ديلك شغلة مهدي بيقول احد للديسين نعم عيون الانسان ما بتمفتح الحقيقة الا مرة واحدة بتكون بعد فوت الاوان وهو عم بيرقد يعني بغادر هالدنيا يشوف الحقيقة متل ما يبقول ياريتني عمل كذا وياريتني عمل كذا وياريتني فتحت عنا يقبل بس بيكون فات الاوان بينما نحن عطانا الرب نعمة نتبعه لعيوننا تنفتح الحقيقة قبل فوت الاوان لحتى ما نمشي بالظلام وهو قال انا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة واليوم من خلال تأملنا بهالمقطع بالانجيل شفنا انه كتير عبير كده وراي السوع كأنه رجل بيعمل معجزات ورجل بيجمع الناس حواله يسوع ما كان هيدا هدفه يجمع الناس ويعمل اللي بيرضيهم كان هدفه يجمع الناس حول الآب ومشيئته ليعملوا ارادة الله اللي بتبنيهم وهذا اللي نحن مع كل اسب بعد ما استوعبنا وبعدنا متل ما قلت يسوع طلع عالجبل نحن قديش اخذنا بفتت هالعياد يام هادي وقت نخصصه للرب بعجئة هالعياد مع انه العيد على اسم الرب بالعيد اكلنا وشربنا وصهرنا وراس السنة وخيصنا فيها بجديدة وقدمنا هدايا وكل الأمول اللي بدك يعني عملنا واجب انا هي تعلمني واتواحد بقول عملت واجباتي وقدست لذلك ما نواجب انت ما رحت عند اهلك لانه واجب رحت لانك بتحبهم وانت واهل اخوتك لتلتقوا حولها كبير عيلتكن انا بيقلمني لما بيمرق هالعيد وما منقعد شوي مع ربنا ما منفكر بغيرنا وابعد العيد اذا في عنا الشياء ما بتتاكل ما بتتمشي منشوف فقره نعطيوني ها تير مؤلمي هاي دا ابونا هاي دا النعمة الانسان بيخدت بيشوف بيعيشه عرفتي نعم بس وانا بقعد بتطلع بهال بانه مش انه انا ماني احسن منهم بس يعني كتر خير الله امين اللي مش حس انه منه تركني عرفتي عرفتي عم بحكي عن حالي نعم عرفتي بقى بشوفهوليك بقولي انه قديشون بقول الله الله شو بديوا يعني الله يفتح لهم ذهنون هاي دي كل البطل امين وكل ايام كنا كل ايامنا يا رب مبارك من الرب انا بشرك يا ام هادي وشكرا لمشاركتك ويا سوعي باركك وان شاء الله من دون طيارة مشوفك بالحزمية شكرا هاي ما بدي طيارة الحزمية لا الحزمية هايني هايني لكن ان شاء الله مشوفك بالحزمية والله يباركك شكرا وعيد كل عيد وانت بخير كفي اخوتي لايكون اذا صار في اقتصال تاني كفي معكم فائزا ويسوع اخد وزع ورفعه 12 سلة كما كنت اقول وكانه رمز لأيام السنة اللي الله بيملاها من عطايا بشهوره الـ 12 رمز لساعات النهار اللي الله بيملاها من كل احتياجاتنا ورمز لساعات الليلة اللي الله بيفيد علينا فيها من كل رحمته وهدوه بكفي وبيقول الانجيل واذا شعر يسوع انهم سيأتون لاختطافه والمنادى به ملكا نسلم من بينهم وعاد إلى الجبل وحده يسوع كان يهرب من مجد الناس قال له للناس قال له انتم بتطلبوا مجد الناس انا اطلب مجد الذي ارسلني لعريبينه بالوقت ذاته يسوع عريبينه عن اهل مدينة الناصرة يسوع بالوقت ذاته وارجانا ولا مرة اشتغل لا يرضي الناس اشتغل لا يرضي الله طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني ما سير يسوع الأبيض أبيض والأسود أسود لهيك وبخ الفرسيين على كبرياءهم وبخ علماء الشريعة اللي يحملوا الناس أحمل تقيله وما بحركوه بطرف أصبعهم يسوع ما كان حتى بطرس ما سيروا لما كان أبكاره بعيد عن الله لو سير خلفي يا شيطان أبكارك أبكار الناس يسوع كان صادق مع ذاته مع رسالته للآب حتى لأمه الديس لما ضيعته بالهيكو وقالت له وإن كنت نحن عملت الباكار كان ينبغي أن أكون ما هو لأبي فإذن يسوع ما كان فيه شي بحياته أهم من إرادة الله وبظن هذا اللي يجب أن يكون بحياتنا وإرادة الله ليس يسوع يكون ملك زمني يسوع ما أجل يأسس مملكة أرضية مملكتي ليست من هذا العالم يسوع أجل يصنع مملكة بإقلوب اللي بيحبوه وإقلوب البشر بطبع للأبد ولا يأكل لملكه إنقضاء يسوع ما أجل يبني مملكته على السيف والبطش وسبك الدماء ولا على الضحايا ولا على مدن محروقة ولا على كنيس مهدمة ومباني وأرامل عم بيبكوا كان رجالهم ولا ناس سكالة عم بيبكوا أولادهم يسوع أجل يبني مملكته على دمه وفدائه لحتى كل البشر يصيروا أخوي وقرب بذاته البعيدين والقريبين وإزال حائط العداوي ليصير كلنا في خليقة جديدة هيدا المسيح اللي رفض مملكتها العالم وقال له لبيلاطس قال له أنت ملك بيلاطس وكان جواب يسوع أنت كلت ومملكتي ليست من هذا العالم صرف الجموع يسوع المسيح ورجع الجبل يصلي السؤال أنا هل كلمة هل جبل والصلاة شفنا طلع الجبل صلى بالجبل تجرب بالجبل يقضي ليلي بالصلاة جبل الزيتون كان عم بيصلي نصلب على جبل الججلة هالجبال بحياة الرب ما هي الأماكن اللي قام مع الرب بكل أوضاعه كبشر يسوع كان موجود بالتجربة عم بيعاني الجوع والتعب وتمسك بإرادة الله على جبل التجربة يسوع كان عايش الخفاء بالناصرة وكان راضي الله يسوع طلع على جبل التجلي وبين مجد الله فيه يسوع عاش النزاع بجبل الزيتون وبين إرادة الله فيه لا تكن مشيئتي بل مشيئتك يسوع طلع ليالي عجبالي يصلي أبما يختار رسله أبل كل شي لا يكون الله كلمته الأولى هي للآب وهو يعمل اللي بيرضيه يسوع على جبل الججلي عب بيموت ليتم من مشيئت لاب لقد تم كل شي يسوع طلع على الجبل وصعد إلى السماء ليرفعنا لهني حيث هو نكون معه هالجبال اللي رافعت يسوع بحياتنا ياريتنا نحن كمان نكون في هالجبال ما عم بيعني نطلع عالجبال قد ما بيعني مواقف روحية بحياتنا نقدر نشكر الله بفرحنا نشكر الله بأحزاننا نشكر الله بصعوباتنا نشكر الله بالتجاربنا والتعبنا نشكر الله بموتنا وحياتنا نشكر الله بانتصارنا ونشكر ربنا كل لحظة بحياتنا باخدوا اتصال ألو سلام المسيح معك أبونا بقلبك أهلا وسهلا منيالي أنا بالمعمودية صرت خيلة إلك ولرب الأرض والسماء مين معي؟ أكيد أنا نادية من أرمانيا أهلا وسهلا فيك يا نادية تفضل أعلم بك كم سنة أنت بخير أول شيء ذكرت بأنه الخمسة أرغفة أرغفتونه خمس سمك سمكين سمكين نعم وممكن نقول عنا وقت الصلاة اللي بتخصي بحياتنا المزمور بيقول سبع مرات سبحتك في اليوم ومنقدر نقول كمال أنا جيل الأربعة مع نعمة الثالوس الأقدس الآب والابن والروح القدس أرغفت لك جواب أرغفت لك كلهم وإلك يا نادية المهم نعيش أنت وأنا وكل حوالك إن شاء الله يا رب بوجود ربنا كل لحظة بحياتنا ويبقى هالقلب يا نادية قلبك وقلبنا كلنا سوا مفتوح لحطى الله لأنه يسوع اليوم مثل ما قالوا لفليبوس من أين أنا بتاع لهم يعني مين دق طعميون فينا جايعين كتير مد إيدك يا فليبوس فليبوس كان جوابه لأنه بمئتين دينار ما بيكفي شو دعمل أنا شو بقدمه بأخير وجواب كان لديس أندراوس عنا قليل فشو بيعمل ولما حسب يسوع طلب نقدم الأليم لا يعمل فيه لكتير وقال الله يباركك يا رب بيقى عنا عم بقال لي خينا خمس دايق قبل ما عمل الخلاصة واشكر خينا أختنا نادا وإم هادي على اتصالهم وقال جاعة أذكركم أنه كل ثلاثة بنرجع بنسترجع البرنامج ساعة ثمانة كل ثلاثة على نور الشرق وبينعاد يوم السبت الساعة تنتين الظهر على كمان توقيت لبنان أكيد كل الأوات اللي عم بسكرة إضافة لأنه برجع برنامج يسوع هو الجواب يوم الخميس عشرة ونص على نور الساعة كمان بتوقيت لبنان وبينعاد يوم الأحد ساعة سبعة صباحا خليني أشكر الرب من كل قلبي اليوم لهالوقت اللي سمحلي في أحكي عنه لكل مرة أعطانا فرصة نشهد لمجد كلمته من خلال إنجيله المقدس ونتعلم شي جديد واللي تعلمنا اليوم من الإنجيل إنه دايما مع الله نتخطى كل الحسابات دايما مع الله نتخطى الأرقام دايما مع الله منصير أكبر من الحساب ومن الأرقام لأنه قدر يطعم بخمسة أرغي في سمكتين خمسة آلاف من عدر الأطفال والنساء معناة الرب قادر يعمل اليوم وكل يوم إذا أمنا فيه للي بيقدر يعمله وما في حد لعمله ويسوى عنا لو كان لكم إيمان أتحبت الخردال تقولوا له الجبل إنقلع بطيعكم وكل شي ممكن للمؤمن يا ربي يسوى المسيح بشكرك لأنك سمحت لي بالوقت اشهد لمجدك بشكرك لكل اللي يشاهدوا هالحلقة واللي رح يشاهدوا بشكرك لكل مرة بيكون عندي المجال اشهد لحبك ولعطيك وبطلب منك يا رب وانت الحاضر تبارك يا رب سنتنا وكون انت الوقت فيها تبارك كل لحظة من عيشة وتكون انت اللي مالية وتعطينا من نعمتك كل احتياجاتنا ومثل ما بتفيد علينا من خيرك ساعدنا نفيد من نعمتك حلال آخرين لنشكرك هلأ وكل وقت وبشفاعة امنا مريم وديسك يحنى المعمدان عطينا مثلن انكون عم نشهد لألك ومنعيش لألك لك كل المجد هلأ وكل وقت ولدهر الظاهرين أمين ربنا يبارككم وبذكركم الجمعة الداس الحاسمية والأحد بالبطرون يسوى معكم إلى اللي قوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة